سلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن برحب بكل متابع القناة اه النهاردة زي ما احنا شايفين مع بعض هنتعلم ازاي نعمل اه جيلي اه او فست بناتي او نسائي بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض تصميم حلوة اوي بيبقى شيء جدا في اللبس وهننفزه بجرزة جديدة وهيقول اه قط زي ما احنا شايفين كده يلا نشوف الادوات اللي هنستخدمها مع بعض المقاسات اللي انت محتاجها للفست هم مقاسين المقاس الاول اه اللي بيحدد لي طول الفست بتاعي وهو بيتاخد من اول منطقة الكتف وحتى منطقة اسفل الحزام وطبعا ده بتطول المناسب اللي انت محتاجاه المقاس اللي بيتلع عندنا دايما بنقل عنه 2 صنتي اه ليه بنقل ل2 صنتي لاننا بنشتغل اطار والاطار بالتالي اه بيرجع يعوض للتنين صنتي اللي انا نقصتهم من طول القطعة اه اللي انا هشتغلها اه اما المقاس اللي هتحتاجيه فهو مقاس محيطة وران الارداف اه والرقم اللي بيتلع دايما بتقسمه على اثنين لاننا بنشتغل اه قطعة امامية وقطعة خلفية وبالتالي بنبقى محتاجين بس نص الميز. الادوات اللي هستخدمها هستخدم خيوط صوف جنجام لونا زي ما احنا شايفين كده. اه كمان هي سميكة شوية ومشعرة بالشكل اللي احنا شايفينه. الخيوط دي بتبقى اكلارك مية في المية. اه ورغم كده يعني رغم سماكتها دي لكن بتبقى خفيفة في المشغولات. اه طبعا مش هتتقيدي باي انواع اصواف انا بتستخدمها او الوان بتستخدمي المتاح عندي كل الوان اللي تحب تشتغلي بيها. اه انا هشتغل بابرة رقم اربعة مليمتر معايا ابرة التنظيف هحتاج للمقص وده بابيس او ماركر عشان نعلم اثناء الشغل. هشتغل الفيست بتاعي النهاردة بجرزة جديدة اه اسمها غرزة الباقة. اه ما اشتغلناش بيها قبل كده على القناة. اسمها كده لانها زي باقة الظهور كده هنشوفها مع بعض. وعلشان انا اه هشتغل الفيست بتاعي او القطع بتاعتي بالوان غمق نوعا ما كده. اه فهاشرح لكم الغرزة على خيط افتح شوية علشان في الفيست هنا هبتدي اعمل لنفسي حلقة البداية. بالشكل ده كده. اه وهبتدي ارتفع بسلسلة. السلسلة دي اتفقنا مع بعض انها تبقى على اه اه اول مقاس اخدناه مع بعض وهو محيط لدوران الارداف. اه مقسومة على اتنين. يعني انا عندي بالنسبة للسن اللي هشتغله اه تلع ستين سنتيمتر. فانا هشتغل نصف الستين سنتي. يبقى ازا انا هارتفع بسلسلة لحد ما اوصل بالسلسلة دي لمقاس تلاتين سنتيمتر. واذا حبه يطلع اوسع شوية يبقى عادي ممكن تاخدي كمان سنتي زياد. السلسلة زي ما احنا شايفين مع بعض واستهل حد ما وصلت لي اه تلاتين سنتيمتر. اه وهو مقاس نصف محيط الارداف بتاعي. المقاس اللي انا هبتدي دلوقتي اتوقف. مش هشتغل سلسلة تاني خلاص. وصلت للمقاس المناسب كده. اه هبتدي دلوقتي بعد ما اوصل للمقاس المناسب. هزود اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة. دول بمسابة ارتفاع العمود بتاعي. والسلسلة الرابعة هي سلسلة مسافة. هبتدي دلوقتي الف الابرة. وعلى اول سلسلة من السلاسل اه اللي في التلاتين سنتي يعني انا هتجاهل الاربع سلاسل اللي اشتغلتهم. وفي اول سلسلة كانت معي من البداية هبتدي اشتغل غرزة عمود بلف. معي تلات حلقات. اخرج من حلقتين. وبعدين من حلقتين. اقفل عليهم بسلسلة مسافة بالشكل ده. وافوت سلسلة على السطر. وفي الغرزة اللي بعدها على طول هشتغل غرزة عمود بلف. حلقتين فحلقتين. واقفل عليه بسلسلة. افوت سلسلة على السطر. وفي اللي بعدها هشتغل غرزة عمود بلف. اشتغلت العمود هياخد سلسلة مسافة. وهقرر افوت سلسلة على السطر. وفي الغرزة اللي بعدها على طول هشتغل غرزة عمود بلفة. وعلى مدار السطر بتاعي لحد النهاية. هي السطر بتاعي زي ما احنا شايفين مع بعض بقى بالشكل اللي احنا شايفين وكده وفي نهاية السطر هبتدي ارتفع تلات سلاسل تلاتة ادور الشغل بتاعي الشكل ده كده وفي السطر التاني هبتدي اه اشتغل عواميد بلفة لكن اه مش هفوت اه سلسلة يعني السلسلة اللي انا فوتتها السطر اللي فات هرجع اشتغل فوقيها عمود والعمود فوقيها عمود زي ما هنشوف مع بعض الارتفاع بتاعي هنا هعتبره اول عمود بنسبالي ومش هياخد سلسلة مسافة لاني هشتغل في الغرزة اللي بعده على طول واللي هي فوق الفراغ اللي هي السلسلة اللي كنت باخدها السطر اللي فات هدخل اشتغل فيها عمود يبقى ازا انا لغيت في السطر ده المسافة اللي هي سلسلة المسافة هبتدي الف الابرة بتاعتي وفوق العمود اشتغل عمود بالشكل ده هلف الابرة وبعد العمود فيه فراغ اللي فوق السلسلة اللي كنت باشتغلها السطر اللي فات هبتدي في السلسلة دي ادخل اشتغل عمود فوق العمود هشتغل عمود اخر غرزة معاي على السطر زي ما احنا شايفين هبتدي اشتغل برضو جواها او فوقيها عمود خلصت السطر بتاعي اه واشتغلت فوق العمود عمود وكمان في السلسلة المسافة اللي كنت باخدها في السطر الاول اشتغلت في فيها عمود يعني مهوتش ولا سلسلة او ولا غرزة على السطر وبقت معاي بالشكل ده للسطر التالت هبتدي ارتفع خمس سلاسل واحد اتفعت بخمس سلاسل زي ما احنا شايفين مع بعض للسطر التالت ابتدي ادور الشجل بتاعي وعلى السطر التالت هشتغل غرزة من حروف الفي معاي من ام اول ارتفاع هنا في نفس مكان الارتفاع الخمس غرز هبتدي اشتغل في نفس المكان جرزة عمود بلف بالشكل ده كده اتكونت عندي اول حرف في على السطر بعد حرف الدي اخد لنفسي مسافة سلسلتين وهعد على السطر بتاعي تلت غرز واحد اتنين تلاتة وفي رابع غرزة هشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده بعد كده اخد سلسلتين مسافة واعد تلت غرز على السطر واحد اتنين تلاتة وفي رابع غرزة هعمل حرف في الف الابرة بتاعتي وادخل اخد عمود بلفة وبعد العمود سلسلتين وفي نفس المكان هشتغل كمان عمود هبتجي دلوقتي اقرر اخد سلسلتين واعد تلت غرز واحد اتنين تلاتة وفي رابع غرزة هشتغل غرزة حشو سلسلتين وبعد جرزة الحشو غرزة فيه يبقى واحد اتنين تلاتة وفي رابع غرزة هشتغل غرزة فيه عمود سلسلتين وفي نفس المكان عمود بلفة وبنفس الطريقة على مدار السطر هقرر اخد لنفس سلسلتين اعد تلات غرز وفي رابع غرزة اشتغل حشو سلسلتين وفي رابع غرزة هشتغل غرزة فيه لنهاية السطر بتاعي زي ما احنا شايفين اخر غرزة معي اشتغلتها حشو هاخد لنفس سلسلتين وههعد تلات غرز واحد اتنين تلاتة شايفين فضل عندي غرزتين يعني خمس غرز مش اربعة مش مهم هسيب الغرزة اللي فضله مع الثلاتة اللي في النص مش هتفرق معي كتير يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة وفي اخر غرزة هشتغل حرف V السطر ده معي لازم يبتدي بحرف V وينتهي بحرف V بالشكل ده كده سلسلتين وكمان في نفس المكان هشتغل عمود انتهى معي السطر زي ما احنا شايفين كده هبتدي للسطر الرابع ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة سلاسل للسطر الرابع في السطر الرابع هبتدي اشتغل غرز الاساسية بتاعتي اللي هي غرزة الباقة او غرزة باقة الزهور زي ما قلتلكم من مكان الارتفاع هنا هوات الاربع غرز هبتدي الف الابرة بتاعتي كاني هشتغل عمود بلفة وفي اول حرف V عندي ادخل جوه حرف V هشتغل عمود بس العمود اللي انا هشتغله المراضي هشتغله سلاسي يعني ايه سلاسي يعني هخرج منه بثلاث مرات مش على مرتين زي ما بعمل انا المفروض اخرج من العمود بحلقتين وبعدين من حلقتين لا انا المراضي هخرج منه من الحلقة الاولى بس وبعدين من حلقتين بالشكل ده وبعدين من اخر حلقتين أقرر ألف الإبرة بتاعتي وادخل أخذ عمود أخرج من حلقة واحدة وبعدين حلقتين معي حلقتين هخرج من بالشكل ده أقرر في نفس حرف V لتالت مرة أخذ حلقة واحدة حلقتين فحلقتين بالشكل اللي احنا شايفينه كده أنا اشتغلت مع الارتفاع تلاتة جوا حرف V من الغرز العمود السلسية زي ما احنا شوفنا مع بعض كده دلوقتي هبتدي أخذ لنفسي سلسلة يبقى الارتفاع وتلات غرز في أول حرف V أخذ لنفسي سلسلة مسافة وهتخطق الجزء ده وفي أول حرف V هيقابلني هروح أشتغل سبع غرز من الغرزة السلسية اللي احنا شفناها مع بعض ألف الإبرة بتاعتي وادخل أخذ عمود بس العمود ده هاخده على أول حلقة على تاني حلقتين وبعدين آخر حلقتين هقارر كده واحد أخذ حلقة واحدة حلقتين فحلقتين في نفس المكان هشتغل سبع غرز من نفس الغرزة زي ما احنا شايفين كده هبتدي أقرر أخذ لنفسي سلسلة واحدة حلقتين فحلقتين هتخطى الجزء ده كله وفي أول حرف V هيقابلني هكرر أشتغل سبع غرز زي ما اشتغلت كده ألف الإبرة بتاعتي وجوه حرف V أخذ العمود على ثلاث مرات زي كده أدي حلقتين وبعدين حلقتين وبعدين آخر حلقتين هقارر لست مرات تاني بالشكل ده الغرزة التالتة فين اشتغلت في كل حرف V قابلني سبع غرز من الغرز العمود الثلاثية زي ما احنا شوفنا مع بعض فضل معايا آخر حرف V على السطر وزي ما احنا ابتدينا السطر بأربع غرز بس مش سبع هانهي برضو السطر بتاعي بأربع غرز من مكان ما انا موجودة هياخد سلسلة المسافة بتاعتي بعد السبع غرز وألف الإبرة بتاعتي وفي آخر حرف V معايا على السطر أخذ أول عمود ثلاثي بالشكل ده اتنين ثلاثة أربع يبقى السطر بتاعي بينتهي بأربع غرز سلسية وبينتهي بأربع غرز برضو هنا كان الارتفاع وثلاث غرز في أول حرف V وهنا عملنا أربع غرز لكن كل حروف V موجودة على باقي السطر كلها فيها سبع غرز زي ما احنا شايفين مع بعض كده أنا نهيت السطر الرابع بداية من السطر الخامس أنا هبتدي أعيد اللي أنا عملته من أول السطر الأول فإذا أول ما بوصل للسطر اللي فيه البقاط بالشكل ده هبتدي أعمل إيه؟ أقرر السطر الأول تاني أنا عملت إيه في السطر الأول؟ كنت ارتفعت بثلاث سلاسل وسلسلة مسافة جبه أربع سلاسل هدور الشغل بتاعي وأفوض غرزة على السطر وفيه الغرزة اللي بعدها أشتغل غرزة عمود بلفة بس المراضي بشكل طبيعي غرزة اللفتين في لفتين هبتدي دلوقتي أقرر أخذ غرزة مسافة وأفوض غرزة على السطر وفي الغرزة اللي بعدها هخش أعمل عمود غرزة مسافة وأفوض غرزة وفي الغرزة اللي بعدها شايفين على الباقة أفوض غرزة من على الباقة وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة عمود وهكرر على مدار السطر اخذ سلسلة منسى السلسلة بعد ما اقفل عمود بتاعتي اللي هي سلسلة المسافة هاسيب غرزة وفي الغرزة شيبا بعدها هستعمل عمود غرزة اسيب غرزة وفي الغرزة شيبا بعدها استعمل عمود وعلى مدار السطر يبقى انا قررت السطر الاول اللي كنت تبتدأ بيه الكطعة نهاية السطر هشى ما احنا في اخي Kayah أضع الأمر في ألف القبرة ونحن نرى أسيب جرزة وفي الثلاث غرز ارتفاع في السطر الماضي لا ننسى أن أخذ فيها جرزة أخيرة لكي يكون الكرفي مضبوط نهاية السطر يعتبر إعادة للسطر الأول الذي أعمل في بداية القطعة سأعيد السطر الثاني السطر الثاني لديه عواميد مليت بها الفراغات سأرتفع ثلاث سلاسل أرتفع العمود العادي أدور الشغل وألف القبرة والمراضي سأشتغل في جرزة لفوق المسافة عمود عادي وعلى فكرة أنا مش هشتغل العمود السلاسي إلا في سطر الباقة الباقي كلها أعمدة بشكل طبيعي بنخرج من حلقتين في حلقتين أنا اشتغلت أول غرزة معي هبتدي ألف القبرة وفوق العمود أشتغل عمود ألف القبرة وفوق المسافة أو في السلسلة اللي فوق الفراغ أرجع أشتغل عمود وفوق العمود عمود وهكذا لحد نهاية السطر بنفس الطريق آخر غرزة معي على السطر هبتدي أشتغل فوقها عمود وهو كان الارتفاع بتاعي اللي في السطر اللي قابله بالشكل ده كده ومن هنا هبتدي أشتغل السطر الثالث السطر الثالث إعادة للسطر الثالث السطر الثالث أنا كنت عملت فيه إيه؟ كنت عملت فيه حروف الفي وحروف الفي هرتفع بقد إيه؟ بخمس سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هلف الشغل بتاعي وفي نفس مكان الارتفاع هرجع أشتغل عمود بلف هخرج من حلقتين في حلقتين وابقى كونت أول حرف في عندي وبعد كده هاخد سلسلتين عد واحد اتنين تلاتة وفي رابع غرزة أخد غرزة حشو وسلسلتين مسافة بعد كده أعد تلاتة وفي رابع غرزة هشتغل حرف في عمود سلسلتين وفي نفس المكان عمود وبنفس الطريقة لحد نهاية السطر غرزة على السطر معي هشتغلت غرزة حشو هاخد سلسلتين وبعدين واحد اتنين تلاتة أربعة في آخر غرزة معي هشتغل غرزة حرف G هذي واحد سلسلتين وفي نفس المكان كمان عمود بالشكل ده كن قررت السطر التالت اللي كان معي على أول القطعة بالشكل ده هبتدي دلوقتي ارتفع للسطر الرابع اللي فيه الباقة ارتفعت فيه بقد إيه أربع سلاسل اللي هما ارتفاع واحد اتنين تلاتة أربع ارتفاع العمود السلاسي هبتدي دلوقتي من مكان ما أنا موجودة أعيد السطر اللي فيه الباقات فأول حرف V هيقابلني اشتغل تلات غرز عمود سلاسي اخرج من حلقة واحدة بعدين حلقتين فحلقتين لتاني مرة حلقة حلقتين فحلقتين وتالت غرزة كده أربع غرز مع الارتفاع هنعتبر الارتفاع كمان جرزة يبقوا أربع غرز في أول حرف V بقيت حروف الفيل على السطر هشتغل فيهم سبع سبع عمود سلاسية بعد ما بخلص باخد سلسلة للمسافة بتجاوز كل المساحة دي وفي أول حرف V هيقابلني اشتغل السبع غرز سطر بتاعي زي ما احنا شايفين واشتغلت آخر غرزة عليها أربع عمود سلاسية زي بداية السطر وفي كل حرف V اشتغلت سبع غرز من العمود السلاسية وبقت معي القطع بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقت ده بالنسبة للسطر الرابع وكل ما هوصل للسطر اللي فيه البقات هعمل ايه؟ هرجع اعيد نفسي من الاول تاني واشتغل اول سطر بعدين تاني سطر بعدين السطر اللي فيه حرف V وبعدين اقرر الرابع السطر وهو السطر اللي فيه البقات وهفضل ارتفع بالقطع مش هغير اي حاجة وبنفس الطريقة لحد ده ما اوصل للطول اللي انا محتاجه ايه المقاس التاني اللي معايا هو مقاس الطول الفيست اللي هو من من منطقة اسفل الحزام زي ما انا عايزة والحد الكتف اه طبعا قريدي انا اشتغلته من اللون التاني نشوف مع بعض دي القطعة من اللون التاني وطبعا بتشتغل قطعتين ادي بعض بالزبط من نفس الغرزة اه زي ما انت شايفة كده انا ارتفعت بالسطور الباقة اه وبس في اخر السطور زي ما انت شايفة كده بعد ما بتيجي توصلي لمقاسك المناسب يعني قبل المقاس بصنتي او اتنين سنتي بتبتدي اه تكرري بس سطر العواميد اه شايفة يعني مش هقرر الاربع سطور تاني انا لما قاست لقيت نفسي اه مثلا وصلت للمقاس المناسب بتاعي اه بس فاضلي يعني ايه اه حاجة بسيطة فبدل ما هقرر المجموعة كلها اللي معاي على القطع بتاعتي لا هقرر بس عواميد بلف عادية زي ما انت شايفة كده انا وصلت لي اه اه سطر العواميد اللي هي المليانة اه بعد كده لقيت نفسي نقاس لحاجة بسيطة على المقاس بتاعي فمعدتش المجموعة كلها لكن اشتغلت سطرين من سطر العواميد طب انا وصلت لحد العمود الاول او سطر العواميد المليان الاول والمقاس بتاعي بقى مزبوط فهتوقف ومش هرتفع تاني هكتفي بالسطر الواحد وصلت بيه بعد سطرين يبقى هكتفي بالسطرين وصلت بيه بعد ثلاثة يبقى هكتفي بالثلاثة وهكذا يبقى اذا ان انا اه ارتفعت بالسطور اه حسب ما انا محتاجة علشان القطع بتاعتي لازم تنتهي معايا به غرز العواميد العواميد بلفة العادية زي ما انت شايفة كده اه يعني انا وصلت هنا و اه وصلت للمقاس المناسب لازم اشتغل لحد ما يوصل معايا اه اه للسطر اللي فيه العواميد الصمتة اه اللي بالشكل ده اوكي انا كده اشتغلت الطول بتاعي وطبعا تشتغل قطعتين اللي هي القطعة الخلفية والقطعة الامامية وبتحطي اه القطعتين على بعض بالشكل ده بحيس يبقى وش الغرز بتاعتك اه اه الصحة هو اللي ليكي وفي نفس الوقت وش الغرز اللي الناحية النحية التانية يعني ما تتلغبطيش يبقى ضهر الشغل في وش بعض بالشكل ده اه دلوقتي هنبتدي نعمل ايه نبتدي من المكان اللي هنا عنده اه غرز العواميد بلفة المليانة بالشكل ده هاخد لنفسي اه مسافة الرقبة هعد من هنا هوت مسافة للكتف بالنسبالي اه في نفس الوقت هيخد نفس المسافة الناحية دي وهبتدي اعلم بالغرز احنا شايفين مع بعض اخدت لنفسي اول مسافة اه عديت 12 غرز وطبعا تخلي بالك ان انت بتعدي الغرز من هنا ومن الجهة التانية وفي نفس الوقت في الجهة الشمال هروح اه ااخد نفسي لتناشر غرزة وطبعا انت بتاخدي اه مقاس الرقبة المناسب بالنسبالك ويفضل انه يكون اوسع شوية عشان الهو يكون اللي هنشتغله فدلوقتي هبتدي اعد اه اتناشر غرزة واتناشر غرزة من من الخلف ومن الامام يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر في غرزة الاتناشر كده هبتدي احط العلامة التانية بتاعتي بالشكل ده كده احط من النسبة احط من النسبة انا اخذت لنفسي مكان الرقبة زي ما احنا شايفين كده وهقفل القطعة من الجهة اليمين ومن الجهة الشمال لكن هقفلها من الخلف فهبتدي دلوقتي من مكان ما انا موجودة اقلب القطعة بتاعتي وهي موصولة ببعض على ضهرها بالشكل ده وهبتدي دلوقتي اقفلها من الجهة هبتدي في ابرة التنظيف احط من نفس الخيط اللي انا اشتغلت منه وزي ما احنا شايفين هعمل عقدة اربط العقدة بس فوق شوية يعني هسيب مسافة من نهاية الخيط بالشكل ده واعمل عقدة الخيطة كده وهبتدي اه من اه منا موجودة بعد العلامة بتاعة الرقبة هبتدي اخد الغرزة اللي الناحية دي كده في القطعة الامامية وفي نفس الوقت الفتلة الاولانية من القطعة الخلفية وهسخيط خيطة دي شايفين القطعة اللي سبتها قبل العقدة دي هبقى نضافها زي ما بنضاف زوائد الخيط علشان اضمن ان الخيط بتاعي دخل في القطعة وما يفكش مني بالشكل ده كده هبتدي اه اصرق بشكل عادي كاني بلف على الغرزتين بالشكل ده كده والحد النهاية الغرزة موجودة معي بالشكل ده هبتدي اخدها وهاخد كمان جرزة اا اا امن بيها كده هوت زي اا عقدة الخياطة وهقطع الخيط بتاعي وطبعا هسيب برضو جزء علشان ابقى ادخله في الشغل بتاعي وبنفس الطريقة هاوصل الجزء التاني من الكتف شايفين وصلت الكتف التاني بنفس الطريقة بصوا كده من اا اا وش الشغل تقفل بشكل نظيف مش باين زي ما احنا شايفين مع بعض اا ونضفت زوائد الخيوط وطبعا هتشيل المركات خلاص مش هتحتاجيها عشان تنظفي زوائد الخيوط بتلضميها في قبرة التنظيف بالشكل ده وتبتدي اا جوه الغرز تخفيها كده شوية وبعدين بنقص زياد زي ما احنا شايفين كده ابقى نهية وصل منطقة الكتف وبقت معايا القطعة بالشكل اللي احنا شايفينه معها بعد ما خلصت منطقة الرقبة زي ما احنا شايفين كده اا هبتدي اعمل الاطار اللي موجود على الفيست والاطار ممكن تشتغليه من نفس اللون اللي اشتغلتيه او من لون سادة يكون في نفس الالوان اللي اشتغلتيها او لايق عليها اا اا انا حابة اشتغله من لون تاني علشان انا شغالة اه وردي من خيط الوان اا نبتدي نشوف هنعمل الاطار ازاي معايا دي منطقة الرقبة هبتدي انزل بالقطعة اا في كورنر هنا هبتدي اوصل الخيط بتاعي معايا الكورنر طبعا هيخد جهة واحدة بس في الكورنر هبتدي اسيب باول سطر معايا او اول غرزة معايا وفي الغرزة اللي بعد كده على طول ورا العمود هبتدي اوصل الخيط بتاعي بالشكل ده كده بعد ما اوصل الخيط هشتغل اا تلت سلاسل ارتفاع هاخد واحد اتنين تلاتة اا في نفس مكان الارتفاع بتاعي ده هبتدي اشتغل كمان عمود بلف اخرج من حلقتين وبعدين من حلقتين بالشكل ده كده بعد كده اا معايا بعد الفراغ على طول هنلاقي فيه جرزة اا موجودة معايا هي اتنينها هشتغل جواهة كمان جرزتين عمود بلفة بالشكل ده كده هدي جرزة وفي نفس المكان هشتغل كمان جرزة الفراغ اللي بعد كده هدخل اشتغل فيه عمودين بلفة تبين معايا اا في كل فراغ هيقابلني ابتدي اشتغل جوه الفراغ وفي نفس الوقت في الجرزة اللي بتقابلني هشتغل اا جرزتين عمود بلفة بالشكل ده كده. هشتغل كده لحد نهاية السطر لحد ما وصل هلف بيه لحد ما وصل للقورنر الموجود على القطعة في الجهة التانية بالشكل ده كده. بنفس الطريقة. بس منسهاش ان في غرزة بتقابلني دايما هنا. منسهاش هعمل فيها آآ جرزتين عمود بلفة زي الفراغ بالزاب. ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده. شايفين معايا كده انا آآ مشيت بنفس الطريقة ووصلت آآآ للقورنر اللي في الجهة التانية بالشكل ده. واشتغلت آآ الغرزة اللي قابل القورنر على طول. في فراغ القورنر هبتدي اشتغل عمود بلفة لكن هشتغل المرة دي اربع عواميد علشان اعمل نفسي آآ زاوية. ادي واحد. اتنين. تلاتة. 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 اشتغل فيه اربع عمده مش عمودين هبتزي دلوقتي زي بقيت الكورنر اللي قبلوني هشتغل جوه الكورنر اربع عواميد مش عمودين علشان اعمل لنفسي زاوية كده تلاتة اربع بالشكل ده بعدين وصلت لسلاسل الارتفاع اللي اشتغلتها في البداية فاول السلسلة منهم هبتدي اقفل منزلقة بس المنزلقة اللي هقفلها بالخيط بتاعي الاساسي بعد ما فصلت كده باللون سادة هرجع اشتغل بالخيط بتاعي زي ما قلتلك تقدر تشتغل الاطار من نفس اللون على طول او تشتغليه كله سادة زي ما اتحب وصلت الخيط بتاعي القطع معي بقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده دولوقتي من مكان ما انا موجودة هبتدي ارتفع ثلاث سلاسل والسطر ده هشتغل غرز بريد امامي وبريد خلفي فمن مكان ما انا موجودة هنا هوت هبتدي الف الابرة بتاعتي واعمل عمود بس بغرزة البريد الامامي ازاي زي ما احنا شايفين كده ببتدي اه اخد العمود اه اه اللي قدامي على طول قدامي الابرة بالشكل ده اخد الخيط بتاعي واشتغل عمود عادي حلقتين فحلقتين العمود اللي بعده هاخده بشكل خلفي يعني هلف من ورا القطعة بالشكل ده واخد العمود بتاعي واخد الخيط حلقتين فحلقتين تاني هلف الخيط والعمود اللي جاي هاخده قدامي الابرة بريد امامي بالشكل ده وبعدين اللي بعده بريد خلفي هاجي من خلف العمود وهاخده اه كده بشكل خلفي وهاخد برضو العمود بتاعي وعلى مدار السطر كله هاشتغل الغرزة بالبريد الامامي بالشكل ده وغرزة بالبريد الخلفي لحد نهاية السطر وصلت الاخر غرزة معي على السطر زي ما احنا شايفين كده اخر غرزة بريد امامي وصلت الارتفاع هبتدي دلوقتي اه اقفل اه بجرزة منزلقة في الارتفاع بالشكل ده كده ااخد كمان سلسلة تأمين وانهي الشغل بتاعي الاطار بتاعي بقى بالشكل اللي احنا شايفينه كده لو حبه انك تزودي عرض الاطار اكتر يعني هتزيدي سطر كمان هتبتدي من مكان منش موجودة هتبتدي من مكان ما انا موجودة هاخد سلسلة تأمين وانهي وقطع الخيط بتاعي دلوقتي علشان نشغل منطقة الرقبة هنبتدي نعمل حلقة البداية وهنجي من كورنر الرقبة بالشكل ده ونبتدي نوصل الخيط بتاعنا سواء من الجهة دي او من الجهة دي زي ما تحبي فيه اه جرزة من الغرز اخد الخيط بتاعي ووصله بالشكل ده وهبتدي اه اشتغل الغرز نص عمود فوق كل جرزة طبعا منطقة الرقبة فيها اعمدة زي ما انت شايفة كده سطر اعمدة فهيبقى سهل بالنسبة لنا ان احنا نمشي عليها فوق كل جرزة جرزة نص عمود ارتفع ارتفاعي باثنين سلسلة وهبتدي دلوقتي الف الابرة بتاعتي وفي اول جرزة هتقابلني اشتغل جرزة نص عمود هطلع من الثلاث حلقات بالشكل ده اقرر وبنافس الجرزة شايفين هشتغل غرزة نص عمود على مدار السطر كله ولحد ما اوصل لارتفاعي مرة تانية شايفين اشتغلت اخر غرزة على السطر دلوقتي في السلاسل الارتفاع فاول سلسلة هبتدي اقفل السطر بتاعي بمنزلقة دلوقتي هرتفع سلسلتين وللسطر الجديد هبتدي اشتغل غرز من البريد الامامي والخلفي بغرز النص عمود الف الابرة بتاعتي واول غرزة هاخدها بشكل امامي كده اطلع من الثلاث حلقات واللي بعدها بشكل خلفي وعلى مدار السطر هشتغل نفس الغرزة واحدة امامي واحدة خلفي بغرزة النص عمود وهرتفع بالسطور يعني للمقاس الكول اللي انا محتاجاها يعني غالبا هي بتبقى للبلغين بتوصل لعشرة واثناشر سانتسي وللاطفال يعني حسب السن اللي بتشتغليله بتبتدي من ستة سانتسي لتمانية وعشرة سانتسي بنفس الطريقة لحد نهاية السطر هياخد ارتفاع بعد مقفل منزلقة هياخد ارتفاع سلسلتين وهطلع اشتغل كمان دور وهرتفع بالادوار زي ما انتم شايفين مع بعض كده شايفين معي ارتفعت بالهايكول زي ما احنا شايفين وصل معي تقريبا بساتة سانتسي مناسب للمقاس اللي انا بشتغله وهبتدي دلوقتي قفلت اخر منزلقة وهبتدي اقام من الشغل بتاعي واقطع الخيط بالشكل ده كده وابقت معي القطعة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي هبتدي علشان اقفل الجناب اقلب الجليه على ضهر الجليه زي ما احنا شايفين كده واخدت لنفسي مسافة بطة في الناحيتين طبعا المسافة اللي اتناسبك وعلشان نقفل الجنب مع بعض لضمت من نفس الخيط في ابرت التنظيف وبتعملي لنفسي كعقدة بس العقدة ما بتعملهاش في نهاية الخيط بتبقى قبل نهاية الخيط بشوية كده علشان المسافة اللي انا بسيبها من الخيط بعد ما انهي الشغل بتاعي هرجع بابرة التنظيف ادخلها بو الشغل شوية اقمنت الشغل بتاعي كويس فما يتفكش مني سواء من اللبس او الغسيل هاجي بقى عند الكورنر تحت الفيست كده شايفين في دوران انا هبتدي اقفل بعد الدوران ده يعني هسيب الدوران ده بيدي شكل حلو في اللبس مفتوح بالشكل ده وهبتدي من بعد الدوران يعني هسيب سطرين زي ما احنا شايفين كده بعد السطرين هبتدي ان انا اقفل زي ما اقفلنا بالزبط منطقة الكتف هياخد غرزة من هنا وغرزة من هنا بالشكل ده كده معي انا قفلت الجنبين طبعا طريقة التقفيل انتش شفتيها معي في طريقة بتقفيل الكتف بالشكل ده بنفس الطريقة بتقفيل الجناب بس انا اشتغلت من اول العلامة اللي كانت تحت الباط وسبت لنفسي الكرف الدائري اللي تحت بالشكل ده يعني اقفلت الشغل بتاعي قبل النهاية بشوية طبعا ده اختياري ممكن تقفيل الفيستا او الجلي لحد النهاية طبعا لو اشتغلتي بمقاس صغير زي النهاردة كده ما انا عملته ممكن تدي فيله اي اكسيسور زي كرات البمبون اللي احنا شايفينها مع بعض بتشتغلي سلسلة خينة من خطين بالشكل ده فتطلع معاك السلسلة سميكة وبتبتدي تدخليها ما بين غرز الرقبة انا ثبت كرة انا سوف اريكم ازاي نقدر نسبت الكرة التانية شايفين الفتة اللي بتبقى اساس كرة البمبون او اللي مسكت كرة البمبون بالشكل ده وفي نفس الوقت البداية اللي موجودة على السلسلة بنبتدي نربطها كده وكمان عقدة بنعقدها مرتين بالشكل ده كده بتفضلي تعقديها كذا مرة بحيث يعني ما تفكش تاني بعد ما بتوعديها كويس بالشكل ده بيبقى عند الجهتين من الخيط بتبتدي تلضميهم وتخفيهم في الشغل زي ما بنضف زوائد الخيط من القطعة بالشكل ده كده انا قردي خفيت جهة دي الجهة التانية بتدخليها في الحبل نفسه او في السلسلة نفسها اللي هي حوالين الرقبة بالشكل ده وتبتدي تتخلصي من زوائد الخيط وتقصيها قرات البمبون دي هتلاقي اللينك بتاعها اسفل الفيديو احنا كنا قدمناها على القناة ازاي تعمليها سادة او او الوان بالشكل دوت وبطريقة بسيطة سهلة جدا وفي دقيق معدودة حلقة النهاردة انتهت واتمنى تكون عجباتكم ما تنسوش تعملولي لايك واذا بتتابعوني او بتشوفوني الاول مرة وحبين تكونوا معانا وتطبقوا المشغولات والنماذج اللي بنزله على القناة ما تنسيش تعمليلي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفي كل جديدي على قناة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة